جداً أكيد سقوط العرب في هذه الكأسة الإفريقية الواحد تلو الآخر خيبة عربية في هذه المسابقة الإفريقية سعب بقي قراءتك الإعلامية لهذا السقوط العربي أو منتخبات شمال إفريقيا في كأس إفريقيا 2024 والله هنا نقول مغرب الذات البارح المفاشئة الصدمة التأكيد أنه ما نعرفوش نجريو الانتصارات وهذه قلت على تونس بعد 2004 وقلنا أن وقتها وقولة شحمود بن عمار التي لا أنساها أنا وقف وقتها هو في ديكلاراسيون في الزون ميكست قال أنا الأوان مدامنا توفي فرحة وفي نجاح تووا نبدأ ونصلح وقال البني يصير في الظروف هذه مش في الظروف اللي تبدأ فيها الأمور كل واقفة والناس كل تكل في بعضها ومستغلين نهيش الفرصة هذيكا وقعدنا ما لي رزمون عنيه المغرب بعد التألق الكبير اللي عملته في المونديال البارح كانت صدمة رغم أنه المغرب رأى ولعبة ماتش كبير البارح عدت فرجت فيه هنا وكانت كانت معناها الكورة عكستها برشة بكل صراحة إضافة لأنه ثم لقت أخرى متاع بينالتية من عرش بكل صراحة أحلتها الخبير ناسي بن حسانة قتله شوفها بالله يثبت هنا كأني كأني بنالتية متعطاتش المغرب زيدا فهمت بوهو لكن أفريقيا سيبال سيبال كوب ديمونت بعنا أفريقيا الدنيا وخرج هذي روما ينقص شي من قيمة المنتخب المغربي كمنتخب عملاق وفي آخر الأمر المستخب جنوب أفريقيا منتخب زيدا محترم مبرهن على أمكانياته العالية كهو هذه ما تشكوره ما تشكوره بوهو فيه الربح فيه الاخسارة ما ينزبنا نتعلم وحنا العرب بصفة عامة كيف نتعامل معه في فترات ما بعد تحقيق نجاح واضح جدا هذه قراءة أولية سيئة